قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن الفترة الأخيرة شهدت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود وأوضح رشوان أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر عشر سنوات لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة مضيفا أن مصر عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشارسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020 وأشار رشوان إلى أن الأنفاق كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من ثلاثة عشر ألف مصاب لافتا إلى أن هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي فتم عمل منطقة عازلة بطول خمسة كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة وأضاف رشوان أنه تم تدمير أكثر من ألف وخمسمائة نفق كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتدة لأربعة عشر كيلومترا عبر تعزيزه بجدار خرصاني بتول ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار تحت الأرض فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب وشدد رشوان على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل لا فتن إلى أنه من المستغرب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد وقال رشوان أن أي دعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغو فارغ ومثير للسخرية موضحا أن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم التابع للسلطات الإسرائيلية والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل القطاع ولفت رشوان أن الجوهر الحقيقية لدعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع وهو ما مارسته طوال 17 عاما مشيرا إلى أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فلادلفيا أو ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر بالمخالفات للاتفاقيات والبروتوكالات الأمنية الموقعة وأضاف رشوان أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية مشددا على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أراضيها وعلى حدودها ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار وينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقة والذي أعلنته مصر مرارا وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قصرا أو طوعا إلى سيناء وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه وقد كانت مصر هي المبادرة وأقامت بالاتفاق مع إسرائيل عام ٢٠٥١ على زيادة حجم قوات وإمكانيات حرص الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي واحتراما لمعاهدة السلام مع إسرائيل وحتى لا تتخذ الأخيرة من جانبها أي خطوة فراضية وأشار رشوان إلى أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جدة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل مثال بنادق من نوعيات M16 فضلا عن RPG ومواد ثنائية الاستخدام في التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية بالقطاع وهنا تكفي مراجعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجرى مع أفراد من الجيش الإسرائيلي على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية ومنها ترسل إلى قطاع غزة وقال رشوان أنه على ذكر الضفة الغربية فهل يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مرويجي الأكاديب ضد مصر أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والدخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة حسب بياناتهم الرسمية في ظل سيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها وأنه ليس لها أي نوع من الحدود مع مصر ولن يجدوا حينها سوى نفس المتورطين من جيشهم وأجهزة دولتهم وقطاعات مجتمعهم في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح وأوضح رشوان أن المعلومات توضح أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة تتم عبر البحر المتوسط حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تم القوات الإسرائيلية البحرية والجوية مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح وأضف رشوان أنه تقدر الإشارة إلى ما تتجاهله التصريحات الإسرائيلية وهو ما كشفت عنه بيانات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية خاصة المصورة منها عن ضبط العديد من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لأن يكون جزء كبير من تسليح حماس والفصائل الفلسطينية تصنيعا محليا وليس عبر التهريب وقال رشوان أن هذه الدعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة فهي تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات كما فعلت أيضا نفس الشيء مؤخرا باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الرغم من علمها التام بأن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها ولو للحظة واحدة ولفت رشوان إلى سياسات الحكومات الإسرائيلية التعصفية المتعاقبة أدت بالقضاء على أي أفاق للحل السلمي للقضية الفلسطينية وتشجيع انفصال قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس عن السلطة الفلسطينية بما في هذا غض الطرف أعمى يصلها من تمويل والحصار الخانق للقطاع أدت إلى الأوضاع الحالية التي تزعم إسرائيل من وقت لآخر أن مصر هي المسؤولة عنها إن هذه السياسات لأكثر من عقد ونصف العقد هي جزء من استراتيجية نتنياهو لتعميق الانقسام الفلسطيني ولضمان فصل غزة عن الدفة الغربية لإضعاف السلطة الفلسطينية وليكون لديه المبرر لرفض الدخول في أي مفاوضات حول حل الدولتين كما أضاف رشوان إن دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 لكن هذا التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية لا يتعارض مع تأمين حدودنا ومنع التهريب منها وإليها وأن دعم القضية الفلسطينية له الكثير من الطرق السياسية التي تأتي بثمارها وصولا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة وقبلها طوال الوقت دعما للشعب الفلسطيني الشقيق وقال رشوان إنه لا شك أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم الجهود المصرية الإيجابية المبدولة لحل الأزمة في غزة والتي أثرت على كل المنطقة وجعلتها مهيئة لتوسيع دائرة الصراع الأمر الذي حضر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعى إليه مرارا وتكرارا ولفت رشوان أن هذه الإدعاءات الكاذبة لا تخدم معهدة السلام التي تحترمها مصر وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة وتطالب مصر كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الإدعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط وستظل مصر تواصل دورها الإيجابية الطبيعي من أجل حل كافة المشكلات في المنطقة ولن تنجح هذه الإدعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسؤوليتها الداخلية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر